شهوة السلام شهوة السلام شهوة السلام شهوة السلام شهوة السلام وعلى الأرض السلام وإحنا ولا طيلين سلام ولا حاج لأن في مشكلة عندنا احنا كل إنسان مدووش قلقان خايف حزين كئيب مش عارف ينام مش عارف يعيش يشتهي السلام شهوة السلام ساعات تبقى أكتر فعلا من شهوة الأكل مرة واحد جيبي يقول لي أنا نفسي نام بجد أنا النوم بقى عاوز أشتريه أشتريه أدفع فيه أي حاجة ومش عاوز أعيش على مهدئات بالكسافة دي كلها ما أنا عارف ده ليه ضرر إذن واضح إنه شهوة السلام دي عمالة تزيد وهي شهوة طبيعية وسط عالم مضطرب تعالوا الأول نشوف إيه اللي مطير السلام مننا أنواع كتيرة وأسباب كتيرة تطير السلام لكن هعدي على كذا واحد مثلا قيين أول شخصية عرفنا أنه فقد سلامه هو إيه اللي طير سلامه فكرة غبية لما أخذ في التعبير يعني هي الغيرة من أخوص صغير ليه يا ابني كده يا ابني إن كان ربنا حبك أنت وأخوك وإن كان أبوك وأمك أدم وحوى الدنيا كلها بتاعتكم لسه أنتو يعني فيش حد ينفسكم إيه اللي دخل الفكرة الغريبة دي ضيعت سلامه لما ضع سلامه فجئنا بشخص همجي وحشي وصل إلى القتل ووصل إلى أنه أنكر ربنا وبعد عن أبوه وعاش عيشت الوسنين كان أول وسن يعتبر في التاريخ ليه قاين ده كله ليه فقط تسلامك يعني كانش فيه أي حاجة تستدعي أنك تفقد سلامك الغيرة المر عشان كده مبدأ أنظر حولك ده على فكرة مبدأ غلط خالص أنظر جواك ما تنظرش حولك لأنك لما بتبص حولك تبقى أنت مبسوط وفي لحظة تلاقي واحد راكب عربي حسب من عربيتك تتعكر ما لك بيه ياخش كل ربنا على الصحة والنفس والعيال لكن أول ما بصيت بصة بس دخلت الغيرة ودخلت الألأ والموضوع ما كانش يستهل خالص ده كل مع الغيرة دايما نيجي الغضب خلي بالكم الغيرة المرة دي تيجيب غضب على طول نفس فكرة الابن الأكبر الابن الأكبر في قصة الابن الضال فاكرين الحكاية الابن الضال رجع ابو عمل حفلة والدنيا جميلة والقصة كده تنتهي نهاية رائعة الولد راجع طب يا أخي عاملين حفلة تخل لك وكل أكل حلو حتى ما فيش غير فكرة واحدة سيطرت إزاي وإزاي تعمل لأخوي حفلة وأنا لأ أخوه دا كان أفاكرينه مات الأب كان معناها كده أخوك دا احنا افتكرناه مات فيعني إيه اللي بتقوله دا الغيرة المرة تسببت على طول في إنه نكد على بوه وفاقت سلام هو نفسه بدل ما يبقى فرحان لأن فيه أمور كتيرة في حياتنا مفرحة على فكرة فيه أمور كتير زي ما نشوف بس إحنا اللي إيه زي بنختار النكد يعني النكد دلوقتي هدف في الحياة ليه يعني ليه نعيش مبسوطين لا فعلى طول نكد على روحه ونكد على أبوه اللي بنكد على الولد الطيب اللي غالبان اللي جير جعدا مثلا شخصية أبونا إبراهيم فقد سلامه إمتى لما خاف من الناس يا أبونا إبراهيم يا أبونا إبراهيم دا أنت بتكلم ربنا زي اتنين صحاب ناس إيه يعملوا فيك إيه قال ما هو الدنيا بقى فيه مجاعة ولازم أروح مصر وهضطر أقول سرة مش مراتي لحسن حلوة ياخدوها وخلاص إيه هو اللي بتقوله دا أول ما فقد سلامه لقينا الرجل بهيه لخبط موسى نفس الكلام خاف من الناس فابتدى يغلط في وقت إذن خوف الناس دا مضيع سلامك أنا بقول أسباب كلنا فينا حتت كل واحد بقى وهو بيسمع يظبط روح ياخد باله سبب ثالث خوف المسئولي اللي يفقدك السلام أحيانا خايف من حجم المسئولي في واحد يبقى مش عارف يعيش في سلام لأنه دخل على شغلة جديدة يا أخي ما دا ما تشكر أن ربنا بعد شغلة جديدة واحد خايف قوي وهو دخل على شهادة جديدة دخل قوي على الجواز دخل قوي على الخدمة يا ابني اللي شال مبارح يشيل بكرة بسخوف المسئولي شو كان كده بقى لدرجة ربنا في أول صاح قال له ثلاث مرات لا تخف تشدد تشجع لا أهملك لا أتركك عمالي حايل فيه لأنه خايف فخايف فقط سلامه فقط سلامه ليه؟ مسئولية كبيرة طيب أنا اللي دعيك أنا اللي هسندك نفس الكلام مثلا جدعون جدعون كان داخل على مسئولية كبيرة وبرضو مستكترها على نفسه فوقع في قلة سلام سبب آخر يا حبائي طب كل دي أسباب إحنا موجودة في حياتنا بنسب سبب أوحش بقى من دول كلهم الكبرياء المتكبر لا يمكن يعيش في سلام اللي شايف روحه ده طول الوقت متعكر ليه؟ أبو لمس فلان محترموش فلان مش عارف مسألش عليه فلان رد رد مش مش لذيذ يا ابني انت معز بروحك ليه كده الدنيا أسهل من كده فهو طول النهار قافش بسبب كبرياءه بذاته كبير واحد زي أخياب ولا هيرودس انت بكويس إن ملوك من المشرق محترمين عنك دخلوا بيتك يعني وزاروك إزاي وإزاي ما يرجعوا ليش ما سألوش فيه خرب الدنيا وموت له أطفال بتلحم كل ده كبرياء لأنه فقط سلام وانت مرعوب من طفل لسه مولود مبارح انت بتفكر زي هيرودس يعاني إنما الكبرياء يخالي الواحد ما عندهش سلام عدم التوبة عموما يخالي الواحد ما عندهش سلام الابن الضال من ساعة ما طلع من بيت أبوه ما كانش عنده سلام كان بيصرف وكان وصحابه بيهركه وعمال يخسر فلوس وفي الآخر اشتغل عند الخنازير بس ما شافش يوم فيه سلام أول ما رجع لحضنة بوه ده سلام بقاله يمكن سنين مدقوش فكل واحد مصر على عيشته مش عاوز يتوب هو مصر إنه يعيش من غير سلام حتى تلاميذ ربنا يسوع اللي معايشين مع مالك السلام فيش حالة من كده دخلوا البحر مرة وقلقوا من البحر وفقدوا سلامهم وانزعجوا واضطربوا وصرخوا وخافوا وقال لهم يا قليل الإيمان لماذا شككتم إذن واضح إن السلام بيهرب لأن الإيمان قليل كل واحد يشوف أنهي حتة تركب عليه أكتر الحل هو إن أنا عندي شهوة سلام يا رب نفسي عيش في سلام تلاحظوا بقى جنرالي كده إحنا عندنا أربع ركائز للحياة المسيحية سمعوا القديس بوليس في كورونسوس 13 أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحب التلاتة دول الركائز دول حاجات طبيعية بتدخل في أي مسيحي لو مش موجودة النتيجة البينة الأولانية إنك ما عندكش سلام ما عندكش إيمان كفاية ما عندكش سلام ما عندكش محبة كفاية ما عندكش سلام ما عندكش رجاء ما عندكش سلام إذن أنت بتقدر تقيس علاقتك بربنا سيمبلي بدرجة سلامك لو عندك سلام بجد نفسيتك مستقرة أغلب الوقت أنت فعلا مرتبط بربنا لكن واحد من يوم ليوم متعكر بطريقة شكل لازم أقول لك أنت في حاجة غلط في علاقتك بربنا أنت يتهيأ لك أنك خادم ومتدين وجوه الكنيسة يا ابني فين سلامك يا حبيب ده ألف به في العلاقة بربنا أنه يحط السلام في قلبك ده هو جيم السامة عشان يدينا سلام قبل الخلاص حتى قال على الأرض السلام تعبير لطيف للقديس ماري صحاق يقول إيه السلام الذي يتولد من الأعمال هو ضلالة يعني إيه في واحد لما يتفرج على التلفزيون قال يعني إيه يطرد شوية القلق يا ابني بتتحك على مين هتطف في التلفزيون القلق هيرجع في واحد يسرب له كسين يمكن إيه يسطل شوية هو ده سلام يا حبيبي في واحد قال يعني لما يحوش فلوس كتير قوي معامله كده هيتطمن لأتطمن مين ده أنت هيزيد عليك الخوف على الفلوس إذن الأعمال الدنيوية دي ما بتحلش خالص ما لاش أي علاقة بالسلام الحقيقة برضو زي ما قلت إن التلاتة الكبار اللي يجيبوا السلام أقول لكم في حاجة تجيب التلاتة دول التواضع هو سر الإيمان وسر الحب وسر الرجاء اللي ينصب كله في إيه في السلام فهمتوا المعادلة الصعبة دي حاجة أنشتاين كده لو عندك تواضع هيجي لك إيمان ورجاء ومحبة هتلاقي عندك سلام عشان كده تلاحظوا إنه من أكتر شخصيات الكتاب اللي حسينها إنها عندها سلام غيب ومن العدر مع إن العدر على فكرة عاشت عيشة قاسية أصعب من أي وحدة فيكم دي تحرمت من أب وأم وهي ثلاث سنين دي شالت طفل وهي 14-15 سنة دي سفرت على رجلها من فلسطين لمصر هربانة من العساكر دي معاها راجل عجوز مئة سنة وبيشتغل نجار في قرية دي الناس لما رجعت فلسطين بقوا مشتبهين فيها وبص الله بصها وحشة دي عارفة إن ابنها هيسبها وهتبقى عايشة بعد منه وما في شغيره وابنها ما في شحلة منه إيه المرار دا كله دا إنما الست دي كان عندها سلام عجيب ومن العدرة دي دي مصدر سلام دا دا احنا طولنا عنه قل لها شاريني ماريا السلام ليك السلام ليك يعني أنت كلك سلام ممتلئة نعمة وممتلئة سلام دا لعلاقة بقى أبوها مين وجوزها مين فلوسها قد إيه وبلدها فين وجرانها إيه ولا لعلاقة بحاجة من دا كل دي مفهاش غير شوية تواضع بس شوية حلوين نظرة إلى التدعمته فبسبب تواضع عندها ثقة عمياء في ربنا إيمان عجيب عندها حب فظيع لكل الناس عندها رجاء شديد زي ما هنشوف وبالتالي عندها سلام في كل حتة تروح عندها سلام وتشيع السلام في كل مكان كده لكن بدون أي إمكانيات شهوة السلام بعد كده كلنا نفسنا يبقى عندنا سلام وكنيستنا حسب كده فبتصلي للسلام كتير كتير من مرادتنا نقول يا ملك السلام ايه أعطينا قرر لنا سلامك ناقصنا يا رب ناقصنا محتاجينه فقدينه يبخوف يبغضب يبغيرة يبقلق يبطراب يبحيرة عندنا حاجات كتير مطيرات السلام يا أحبائي على الأقل سلام على مستوى أربع حاجات جوه الإنسان عشان تقول واحد عنده سلام بجد لو حللتها كده هتلاحظ أن أول سلام هنا عارف لما واحد يبقى دماغه ريئة ده مش موجود تقريبا احنا أغلب دماغتنا فيه أخناقات فيه أصراصير كده حشرات بتجري لكن فيه واحد دماغه رأي بيفكر بهدوء ده عملة صعبة دلوقتي لكن صراع الأفكار اللي جاي من ورايا ايه هيحصل ايه أصد ايه كل ده كل ده أصراصير لوش علاقة خالص بالتفكير الهادي العائل فده أول نوع من السلام نفسنا نوصله ربنا لما يحط في قلبك سلام هتلاقي دماغك بتفكر في خط مستقيم بدون انزعك ده أوليش تاني نوع من السلام سلام المشاعر مساعات يبقى الهيجان هنا يعني طبعا هنا مش أناتهمكة يعني بس مقصود به القلب بقى تلاقي مفزوع كده مخضوط غضبان متضايق حزين كئيب ومش أفكار بس مشاعر كده مقبوض يقولك تمه هنا كمان المشاعر ملخبط تالت مستوى للسلام هو سلام العلاقات يعني ايه بينك وبينك كل الناس علاقات حلوة كل الناس تحبك وانت بتحب كل الناس على اختلاف طبعهم واسمائهم وديانتهم وثقفتهم انت مسالم جدا وكل الناس سيفينك حلو يبقى فيه سلام خارجي كمان في العلاقات اخر سلام اقوله هنا سلام الضمير قد هتصور ان انت بتعرف تزبط دماغك فتفكر بطريقة هدية هتصور انك انت مشاعرك مستقرة وزنها هتصور انك حكيم وعارف تتصالح وتسالم كل الناس وضميرك بينقح ولا مش بينقح ما برضو ممكن يكون فيه احساس زنب مزمن يطير اجدع سلام لان ضميرك مش مصالحك طب دا كله دا يعطل او كل دا يوصل للسلام بطريقة تاني تعالوا بقى ناخد رشدة السلام اقترحها كرشدة كده هقول زي توصيات كده سريعة هقول كلمتين على كل توصي اول قاعدة هنسميها متأجلش متأجلش ايه متأجلش التوبة من فضلك ليه لانه لا سلام قال الهي للاشرار غضبان على حد سمحني يا رب سمحني اخ خلص خلص وإلا هتفضل هربانة منك هتفضل متنكد ومعندكش سلام يا عمي يا حبيب ارجع لربنا وصالح اخوك وخلص متأجلش التوبة يبقى واحد شايف حاجة وحشة وبعدين يفضل متدايق يومين يا ابني ما كنت سجدت وقولت له سمحني يا رب ورجعت سلامك تعود عليها بالاسبوعين وبالشهرين لعاوز تصلي ولعاوز تدخل كنيسة ولعاوز تعترف طبع انت قاعد متدايق ايوة غلط طب ما تروح تخلص ما تأجلش التوبة لان التوبة اول مفتاح للسلام اول ما بتتوب خلاص الدنيا بتفك افكار بتهدأ والمشاعر بتهدأ والضمير بيهدأ والعلاقات بتهدأ فيبقى السلام دخل فيبقى اول حاجة من فضلك ما تأجلش التوبة دي كلمة بتقولها الربنا سمحني انا اهسف اخطأت ساعدني وبعدين من اما تقدر تروح لها باعترافك بتعترف لكن هي اساسها صلة تاني حاجة ما تأجلش اللي اعتذار دي واضحة جدا في العلاقات الانسانية راجل مع امراته زعاقه في بعض هتفضله كده يقولك بقى لهم اسبوع مبوزين ومين اللي بيدفع التمن العيال ومين اللي فرحان الشيطان طب ليه كده يا اخي خليك عائل ما تروح لمراتك وتقول لا حقك علي الشيطان دخل بني ما تخليك كبير وتقول انا آسف ما بيقولهاش غريك كبير على فكرة كبير ما يقولهاش الصغير الصغير اصغر من انه يقول انا آسف كبير يعرف يقول انا آسف ما يبصش مين اللي غلطان ابدا انه كبير كبير زي ربنا فهنا ما تأجلش اللي اعتزار لانه الاعتزار حيريح حيرجع السلام اللي هرب منك ما تأجلش المحبة يعني ايه مشوار زيارة لولدك العجوز مشوار تليفون ده مش مشوار تليفون لحد صعبان عليه يا اخي خلص خلصوا هترجع لك سلامك لكن وانت عمل تأجل في مشاوير الحب والمشاوير دي ساعات تبقى مسج ساعات تبقى مكالمة ساعات يبقى سؤال على شخص ليه عمل تأجله ما انت فقد سلامك بينما المشوار ده بيرجع لك سلامك يبقى اول قاعدة اسمها ايه ما تأجلش تاني قاعدة اسمها اجل بس اجل حاجات تانية طبعا مش عشان توصل للسلام اجل التفكير في المشاكل في مشاكل لأحبائي لما تفعص فيها زيادة تغرق في بعض الهموم لازم تركنها على جنب شوية ما تبصلهاش وانت تنتداي ما تبصلهاش وانت تعبان يا سيدي هو الدنيا هربت هربت اجل في احد مثلا مديون ومخه مش رادي يهدى عاوز يسدد مديونياته هي فعلا مشكلة وحاجة مش سهلة بس انت مش عارف تفكر من كتر ما فقد سلامك ومشاعرك من لخبطة خالص مش هتعرف تفكر ينفع تحاول تأجل التفكير هي مش سهلة بس حاول فكر في حاجة تاني اعمل حاجة اي جباي وادخل في خدمة صلح حاجة في البيت اطلع من الموضوع ده شوية مش على طول على طول يبهروب بس على فكرة العلم نفسه بقى يقول كده انك لو عرفت تتنام وتصحى تنام نوم عميق تصحى تعرف تفكر لو دخلت في موضوع تاني سهل يخلص ومشي وخلص على خير ترجع للموضوع الهم بقى لان نفسك عارف تفكر فيه احسن يبقى لو فقدت سلامك مع مشكلة اركنها من فضلك اركنها وهنقول لسه بعد شوية لانها في ايد ربنا لانها اكبر من حجم ايديك ساعات تبقى ايديك مش شايلة مشكلتك ايديك انت صغير اول زي ما طفل مرة راح لابوه وبعدين ابو بيقول له بص حبيبي خد اللي انت عاوزه وكان قدامه حاجة كده فيها بمبوني كتير قوي قال له خد املى ايدك فالبقى طلع النصح قوي قال له لق يا بابا الديني بايدك انت قال له ليه حبيبي قال له عشان ايدك اكبر من ايدي فاهمين النصحك ايد ابو لما تغرب فيطلع له عشرين بمبوني الولد هيطلع ثلاثة هيقع منهم واحدة فهو فهم لق الديني بايدك انت ايد ربنا هتشيل مشكلتك ايدك انت مش شايلة طب ما ترميها اركنها اجل رد الفعل بمعنى ايه انت ضغست بوقف من ابنك من مراتك من شريكك من صديقك من خدام معاك من ما تردش دلوقتي لو سمحت من فضلك لانك لو رديت بوزت الديني السلام خرب باز خالص انا مش بقول انك انت عندك سلام انت فقدت سلامك لكن رد الفعل لو رزعت الباب الديني بازت لو زعقت الديني بازت بازت كتير بقى هي بازت شوية جواك مع استفزاز ليه ترد رد فعل ليه تبقى سايق واحد يسرق سلامك منك من فضلك اجل رد الفعل لانك في حاجات لما تأجلها صدقوني ولو دقايق يطلع رد فعل مختلف لو دقايق ده مش ساعات احيانا كده لكن لو سبت نفسك ري اكتف انت على فكرة مش انسان عائل لانه الري اكشن السريع ده معنانك ما بتفكرش معنانك ما عندكش فرامل لنفسك ده اللي بيدخل الناس في تصرفات كتيرة حمقاء تنتهي بمقاسي لانه ماهديش شوية مافرملش واجل انا مش بقولك ما تتصرفش بس بقولك اجل رد الفعل شوي كان ساعات اظن سيدنا البابا شنو ده اللي قال لها يعني لما تلاقي نفسك متنرفس جدا وعاوز تكتب جواب اجله 24 ساعة تيجي تكتبه تاني يوم تلاقيه مختلف اللي هي بقى ميسجز مشكلة نعم ممساكش علم دلوقت فيجي لك ميسجز ترد عليه على طول في نفس الدقيقة فتلاقي الدنيا دخلت في قضايا بقى طيب ما انت غلطان ايوه ما ستزيغيز صحيح ترد ليه دلوقتي ما الرد هيطلع غلط من فضلك اجله اركنه صلي نشغل بحاجة تانية تعال اقراب الليل تانية هتلاقيه اهدى كتير اجل الامور غير الهم احيانا يكون فقدان السلامي احبائي هو نوع من الكركبة يعني ايه ورايا 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 كركبة يعني مفيش مشكلة ميجور ولا في خطيئ يعني كلنا خطأ لكن مفيش مصيبة خطيئة ميجور اوك كلنا بنغلط بس نقصد مش دل مضيع سلامك بس انت مكركب على فكرة الكركبة دي تلت اربعها ممكن يتأجل والربع يتعمل على قد اليوم فتلاقي الدنيا مش تسهل فهنا بقولك اجل الامور الاقل اهمية زي واحدة مكركبة جدا لازم النهاردة اخسل التلاجة يعني غسيل التلاجة اللي بقله سنتين متعمل يعني يفرق ايه لما يزيد يوم تاني كركبتي على روحك ليه وزعاقتي في العيال ليه وفي الراجل وخربة الدنيا ليه يا ستي يتأجل النهاردة زحمة شوية عندنا كزا حاجة مهمة في ناس كتير ما بتعرفش تطلع المهم من الاهم فيبقوا مكركبين طول الدنيا يا جماعة نعمل الاهم وبعدين المهم نشوف الوقت وفي حاجات مش مهمة قوي لما نلاقي وقت مجرد التفصيل دي لوحدها ده تأجيل مفيد جدا يبقى قلنا ما تأجلش وقلنا أجل ثالث فعل مهم صدق صدق ايه برضو ثالث حاجات صدق ان ربنا بيحبك بجد مهما حصل ومهما عملت ربنا بيحبك بجد مهما حصل ومهما عملت عارفين عاوز أقول لكم حاجة تسعين في المية من المسيحيين مش مصدقين الكلام السازج اللي أنا بقوله ما بقولش جملة فصحة ما بقولش شعرات أنا بقول جملة بسيطة جدا ربنا بيحبك بجد مهما حصل ومهما عملت حد فيكم يقدر يعترض علي عقيديا الله محب إنه ما احنا مش مصدقين وده اللي مخلينا ما عندناش سلام أول ما ما تصليش في يوم تلاقي نفسك متعكر أصلك خادم فإزاي ما صليتش النهاردة يعني أوكي غلط إنك ما تصليش هل ربنا اتغير من نحتك ما حصلش ما حصلش لسه بيحبك طيب حصل مشكلة كبيرة ربنا ببطل يحبك ما حصلش فأنت لمجرد الفكرة البسيطة دي لو صدقتها بجد هتلاقي نفسك بسهولة بتستعيد سلامك بتصالح نفسك بسهولة لأنها حقيقة خلي بالكم في فرق بين الحقيقة والشعور أغلب المشاعر غير حقيقية عمرك حسيت أنك هتموت من الوجع أو من حالة مرضية بس ما موتش يبقى ما كانت حقيقة كانت شعور عمرك حسيت أن يمكن فلندا مش بيحبك بعدها اكتشافت أنه عادي جدا بيحبك إذن المشاعر أغلبها ما بتطلعش حقائق هي نفس الفكرة أنت شعورك أن ربنا متضايق منك ده شعورك بس الحقيقة هو بيحبك ما تغيرش من حياتك مهما غلط ومهما حصل هو كده نظامه كده مش محتاج تبقى جميل عشان يحبك مش محتاج تبقى مثالي عشان يقبلك هو غير كده طب صدق بقى صدق أن ربنا مسامحك بس حاول لأن كتير من اللي بيطير سلامنا يا جماعة إحساس الزنب أنا غلبت كتير فأنا مش مسامح نفسي طب يا حبيبي هو مسامحك صدقني مسامحك صدقني صدقه مش صدقني هو مسامحك بس مش بس معناه مش مسامحك بس بيقولك حاول أما دانك أحد لا يا سيد لا ولنا ولنا أدينك بس لا تخطئي أيضا تفهمت الفكرة يعني أنت مش متغاز مني لا مش أرفام اللي أنا عملته لا مش مش رفضني لا بتحبيني أيوة طب إيه حاولي ما تغلطيش تاني بس صدق بقى صدق أنه كل حاجة للخير كله للخير تاني بقول مش بنقول كلام غريب ولا كبير هي حقائق إحنا عارفينها بس مش مصدقينها كفاية مش شبعانين بالفكرة كفاية مش مستقرة في الزهن والقلب كفاية كله للخير يعني العربي لما عطلت خير يعني الولد لما صقت خير يعني لما الدكتور تصرف غلط خير يعني لما البلد تقلبت خير يعني لما البلد تصلحت خير يعني لما البلد مش عارفين رايحة في حلقفين خير هو كله خير هو ده نظامنا مع ربنا صدق بقى أن كل الأشياء تعمل معا للخير فاللي بيحصل في أمريكا وفي كندا وفي استراليا وفي الهند وفي مصر خير لولد ربنا ما مقالوش معنى غير أنه خير فيش أي عجلة غير كثرة اللي تأخر خير واللي جي في معاده خير واللي باص خير واللي مشي كويس خير واللي راح السماء صدقوني خير واللي مش رادي يخف برضه خير واللي مظلوم في عشته خير ما عندوش غير كثرة طب صدق بقى لو صدقت أنت الكذبان يا ما شفنا مرضى أو مظلومين عندهم سلام ويا ما شفنا ناس كل حاجة سهلة في حياتهم فاقدين السلام يبقى الموضوع ما لوش علاقة بالظروف الرشدة نمر 4 توقع ليه الرجاء بقى ما احنا قلنا إيمان رجاء محبة مش كده قلنا قبلهم ما تأجلش وبعدين قلنا أجل وبعدين قلنا صدق وبعدين قلنا توقع توقع اللي هي انتظر اللي هي فكرة الرجاء الرجاء الهوب اللي هو أحد أعمدة الحياة المسيحية ما ينفعش رجاء دايما يعبر عنه الرجاء بإيه waiting I'm waiting أنا مستني مستني إيه بقى أول حاجة مستني ربنا يطبطب تصدقني هتاخد شوية دلع لو عشت بالفكرة دي في ناس دايقة دلع ربنا 24 ساعة كل حاجة بتحصل في يومها حاسة ان ربنا كده شايلها من على الأرض وبيطبطب من كل ناحية وفي ناس بيحصل معا كده بس مش شايفة كده خالص لأنها مش متوقعة متوقعة عصايق متوقعة غضب إلهي متوقعة إنها عايشة في الدنيا لوحدها دنيا تلطش فيها وهي ترد أوكي العتب عن نظر لكن هو الحقيقة إيه توقع تشجيعات وتعزيات ربنا ربنا بيشجعك بناس بتحبك بيعزيك بآية بيطبطب عليك بموقف محصرك تقول اليوم وحش أيوة وحش ملاش علاقة بالموضوع ما بتصليش كويس بكرة تصلي ربنا اهديك بس ده ما يلغيش إنك تبقى متوقع إن ربنا الحلو لسه حلو ما بيتغير توقع الخير والبركة في ناس يا جماعة عشان فقد السلام دايما متشأمة متوقعة خبر وحش متوقعة خسارة متوقعة مشكلة فطريقة التفكير النجاتف دي ما خليها مش عايشة خالص فعلا دول بيبقوا مش عايشين دول بيستنوا اليوم يخلص عشان يدخل في اليوم اللي بعده اللي عاوزوا يخلص ليه كده ده كل يوم ده نعمة وهدية من ربنا ده اللي عايش مع ربنا مستخسر الساعة تخلص من كتر ما هو فرحان ورادي توقع الفاظتفز دايما توقع حتى إن الناس تتغير طبعا وإنت لأن المحبة ترجو كل شي خلي عندك رجاء إنه هذا الإنسان المتعب ممكن يتغير وإن ابنك اللي بعد ممكن يرجع وإن المشكلة ممكن تتحل وإن اللي تقصر يتصلح ما تصدقش إنه فيش حاجة بتتصلح لا يتصلح هو ده الرجاء لو عشت بالرجاء تلاقي عندك سلام نفسيتك هادية ودايما في لغة الناس متفائل بس لها كلمة ضعيفة قوي جنب كلمة الرجاء لا لا كلمة الرجاء أقوى لأنه الرجاء مسمد على ربنا النقطة اللي بعدها حب يعيش حالة حب صدق توقع حب بدل عاوز توصل للسلام قضي يومك حب ما لقيت سحد تحب وحب ربنا قدامك ربنا وقدامك الناس والحب ما بيخلاش يعني فيه واحد تحبه بكلمة فيه واحد تحبه تستحمله فيه واحد تحبه تبتسنفوش فيه واحد تحبه تطلع خمسة جنيه فيه واحد تحبه طبطب عليه فيه واحد تحبه تبعد عنه كل ده حب برضه وكل دول تحبهم بالصلاة تصليلهم حب أول حب حب ربنا لأنه معك 24 ساعة حب ربنا أنك تحكي معاه بأي طريقة ما ده اسمه حب في أي لحظة في السرير في العربية في الحمام تكلم ربنا مش هحصل حقك ده حب فطول ما أنت في حالة حب السلام قريب لقلبك في اللحظة اللي تمخك شغال وسرحان في الدنيا كسرت الحب كسرت السلام ضيعت سلامك حبه في الإنجيل وفي الصلاة خد كل كلمة على نفسك وتعامل مع ربنا عن قرب حب الناس بكل الصور بالصبر الصبر حب بخدمة الناس حب بغفران للناس المتعبين ده حب بس أنتك كذبان كلكم جربتوا في اللحظات اللي بتبقى شايل فيها من شخص مين اللي شايل أكتر أنت طبعا تلقى التاني ولا داريان دسلك على طرف وعلى دماغك يمكن بس مش داريان وانت لأنك مش مسامح انت اللي مش عارفتنا انت اللي متغاز ومتنكت بينما انت له سامحت انت اللي رقت هو بقى شايل زنبه لأنه غلط في حقك هو لسه شيلته تقيلة بس انت ليه تشيل طيب حب نفسك مش غلط انك تحب نفسك حب نفسك من منظور حب الله والناس تحب قريبك كنفسك حب نفسك أقعد مع نفسك شوين لأنك انت مش طائل نفسك انت مش لقي نفسك انت مش عارف حتى تبقى حنين على نفسك في لحظة حب نفسك بالاعتدال الاعتدال التوازن الحكمة محتاج تنام نام شوي محتاج تأكل كل ما حصلش حاجة محتاج تسامح نفسك سامحها ما هي ضعيفة هي نفسك دي يعني معصومة من الخطأ ما انت غلط ما انت بني آدم محتاج تشفق على نفسك بس باعتدال بعد حب ربنا والناس تمشي طبيعية قوي محتاج تقبل نفسك ساعات في واحد بيبقى مش قابل نفسه يا ابني اذا كان ربنا له المجد قابلك وراجع عنك وفرحان بيك تم تقبل نفسك كل دي يوصل للسلام انا مش بوعظ في الحب دلوقت انا بتكلم السلام رشدة يجوز كل نقطة من دول تكون هي السبب اللي ما عندكش سلام اجل ما تأجلش ها صدق توقع حب اخيرا اتقيش في سلام اخيرا هم خمس حاجات بس اعرف تأجل ايو ما تأجلش ايو لو سمحت ما تعكسهمش لو فكرت بالطريقة البسيطة دي سدقوني هتتمتعوا بسلام يفقوا العقل الى ان كل ما جدك اشتركوا في القناة